أستاذ علي خلي أحكي بقضية قمع الحريات ما بعد 2003 تأمل الصحفين واللي عندهم صناعة رأي عام أنه أكو قانون وأكو دستور ضمن حريتهم بالتعبير الآن تجد هذا موجود؟ والله دكتورة بصراحة وأصدقك بأنه بعد 2003 احنا ما زلنا محكومين بالقوانين اللي اتشرعت في زمن البعض هذه القوانين هي نفسها نحن لازلنا نحتكم إلها وتطبق الآن على جلودنا الآن أنت حضرتك أنتقد أي شخصية سياسية بشكل واضح عن فساد وعن دمار وعن دم وشوف شي يقولون عليك راح تدزع لك هيئة الانتصالات والإعلام وتبلغك إنذارها طيب ليش أنا من حقي أنتقد أي مسؤول في الدولة إذا أهمله في إداء التزاماته تجاه الوطن وتجاه الشعب شلو أنت تجي تحاسبني على أنا كمية انتقاد أنا بصراحة هذا الموضوع شكل إنه إزمة إنه ولعوائنه ولناس ويانه وقطع رزق مئة عائلة تشغل فيه مؤسسة جميل هذا راح ناقشهك بالتفصيل بس إحنا ليش ما نتحدث عن أنه الحكومة التي الحكومات التي تدع الديمقراطية ما جاي تطبق أطور الديمقراطية أنت تشوف ديمقراطية موجودة هذا ديمقراطية هجشة يعني أنا في بلد ديمقراطية أشوف اللي سرقني وأشوف اللي باقني ما أقدر أحاسبه وقلت أنت باقني أنا من حقي أنا أنتقده